والمزيد معنا من لندن المعارضة والناشطة الحقوقية باهية مارديني عضو تيار الغد السوري أهلا بك سيدة باهية بداية قراءتك لتصريحات برنان هل تجدين من خلال هذا الطرح من السي اي اي بأن هناك نوع ربما من التوافق الأمريكي على كافة الأصعدة نتحدث عن الرئاسة عن البنتاجون وغيرها فيما يتعلق بالتعاطي مع ملف الملف السوري تحديدا وبصورة خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع المعارضة المسلحة في الواقع تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية هي لا جديد فيها اشترار للتصريحات القديمة نفسها ويحاول أن يوحيي لا تناقض في السياسات الأمريكية ما بين البنتاجون وما بين السي اي اي هناك عدة تقارير أمريكية مثل موقع ديلي بيست مثل واشنطن بوست تحدثت مرارا عن تناقض في السياسات الأمريكية وطلبت البيت الأبيض بمواقف أكثر حزما وقالت أنه لا يصح على بلد مثل أمريكا أن يكون هناك كل هذا التباين وكل هذا التناقض وكل هذا عدم التنصيق أيضا بين السي اي اي والبنتاجون حتى قيل في عدة مواقع أمريكية بأن أمريكا تحارب نفسها في إشارة إلى ما حصل في حلب أن هناك مجموعات محسوبة على البنتاجون قاتلت مجموعات محسوبة على السي اي اي مجموعات من قوات سوريا الديمقراطية التي دعمها البنتاجون قاتلت مجموعات محسوبة على النصرة والتي لا يعتبرها السي اي اي مجموعات يعتبرها ليجل أو شرعي شرعيا يعتبرها هي مجموعات إرهابية ولكنه يعتقد أنه يمكن التعامل معها بما يعني يبرره بأنه ليس تعامل إيديولوجي بل هو واقع المعركة الذي فرضتها الأجندة على الأرض حاليا سيد بهي أنت تقولي بأنه نوعا ما يغطي عن الخلافات الحقيقية الموجودة ألا يمكن أن تكون جهة بقراراتها تغط على قرارات الجهة الأخرى لا أعتقد هذا لأن الموضوع مستمر منذ فترة ليس موضوع جديد حتى فترة يعني هناك مرحلة حساسة تعيش فيها الولايات المتحدة الأمريكية وهي مرحلة من قبل الانتخابات وهي مرحلة نوعا ما من الصدام بين المؤسسات تحاول أن تستفيد كل مؤسسة من المؤسسات وتقول أن برنامجها هو الأفضل يعني هناك نوع اسمحي لي أن أسميه بزنس مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية وكل إدارة تحاول أن تحافظ على مصالحها أمام الإدارة الأخرى البنتكون قدم لنا مشروع علني C.I.A قدم لنا مشروع سري تقريبا عبر غرف العمليات يحاول من قلال حتى هذه غرف العمليات أن يقود مساعدات الآخرين يساعد الجيش الحرب القطارة يحاول استفادة يعني استمرار الحرب في سوريا يدعم مصالح ال C.I.A بس لمصلحة مين معليه؟ ستبه هي هذا بينقلب عليهم بالنهاية لمصلحة مين بالنهاية؟ وهلأ في الروس نعم هذه جوهر المشكلة أنهم نعم نعم جوهر المشكلة أنهم لا يحاربون الإرهاب بهكذا مراحل وبهكذا عمليات لا يحاربون الإرهاب إنهم بالعكس يصنعون من المعارضة المعتدلة يعني كما وجدنا في عدة أماكن في الشمال وفي الجنوب يجعلونها تلجأ إلى المعارضة المتشددة وهذا هو جوهر ما تقوله مراكز الأبحاث الأمريكية حتى وتحذر منه مرارا بأنه ما يقوم به الأمريكان حاليا عبر تناقض هذه المؤسسات وعبر عدم التنصيق بينها وعندها ترك كل المفاتيح البنت يكون حاليا يترك كل المفاتيح لروسيا اليوم هناك قاعدة فرنسية أيضا غير القاعدة الأمريكية في عين العرب هناك يعني تعدد الفرقاء وأمريكا تتناقض في سياساته وهذا ما يجعل اللاعب الروسي هو اللاعب الأساسي وربما سياسات إرباك وارتباك كما قلت لحضرتك في السياسة الأمريكية لا تنعكس إيجابا لا على مصلحة السوريين بل على تصب في مصلحة النظام ولا تصب حتى في مكافحة الإرهاب وفي منافع مكافحة الإرهاب بل تشجع ناس معتدلين على الانخراط في أجندات إرهاب وقدمت شهادات على هذا الموضوع من لندن المعارضة والناشطة الحقوقية بهية مرديني عضو تيار الغد السوري شكرا جزيلا لك